يتراجع الحوثيون أمام ضربات العمالق في الجبهات وميادين القتال في مختلف الجبهات وخاصة الحديدة فيردون بضربات تستهدف المدنيين في مديرياتها المحررة بقذائف هون والعبوات الناسفة والألغام في حيس أصيب طفل رضي عمره لا يتجاوز العام الواحد في مدينة حيس بقذيفة هون حوثية استهدفت أحياء مدنية بشكل متعمد في قرية السبعة أما في التحيتة استشهد أربعة مدنيين وأصيب آخرين بإصابات بالغة في مدينة التحيتة بقذائف هون أطلقتها ميليشيات الحوثي عليهم وقال مصدر طبي في مستشفى التحيتة بأنها استقبلت عشر حالات مدنية في يوم واحد وكانت أربع حالات قد استشهدت أثناء القصف العشوائي على مدينة التحيتة من قبل ميليشيات الحوثي في وقت لاحق التي تفقد السيطرة عليها وتتحرر من براثينها بزرعها آلاف الألغام والقصف المستمر بقذائف الهون والمدافع والقناص والرشاشات الثقيلة أما في مدينة الحديدة فقد عمدت ميليشيات الحوثيين إلى تفقيخ مستشفى 22 مايو بسلسلة من الألغام الكثيفة المزروعة على مداخلها وباحاتها منسفت منارة مسجد مجمع إخوان ثابت وزرعت في مكيفاته ومكرفوناته ألغام وفي أماكن الأحذية أيضا الألغام والدمار والموت والقنص والقصف العشوائي هو سمة الحوثيين في حالة السيطرة والأثر الوحيد الباقي في حال الاندحار والانسحاب تلك هي حقيقة الإمامة السلالية التي يعيها الشعب ويقومها بكل فئاته